مرحبا بكم من جليد أعزائنا المشاهدين سيد فخري حقيقة توقفنا قبل الفاصل عند نوع من المخاوف أظهرت حضرتك أو في ثناية كلامك كانت حضرة أن الوضع السياسي اليوم في العراق لم يكن متوازنا أو متوازنا على الأقل في الإيجابيات التي طرحتها على الأرض أحداث أمنية كثيرة من جهة فرض سيادة الدولة وضبط العنف وخض مستوياته ما السبب الذي دعا برأيك إلى أن يكون الوضع السياسي متشنجا فيما هناك ويتراجع إلى حين هكذا يوصف فيما يتقدم الوضع الأمني أنا أعتقد أن هذا يرتبط بكيفية إعادة بناء الدولة بعد انهيار نظام صدام حسين أنا أتصور أننا نكاد أو أخشى أننا نكاد أن نكون قد فقدنا فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية حضارية تعبر وتجسد عن تطلعات الإراقيين وخصوصا ملايين الإراقيين الذين عانوا من العسف ومن الاضطهاد ومن التصفيات الجسدية طيلت عقود منذ بداية الدولة الإراقية المعاشرة بنية الدولة على أساس الخرائب وهذه بفضل البريمر ولكن لا يمكن أن تعفي القيادات الإراقية من المسؤولية في كيفية إعادة بناء هذه الدولة التجاذبات التي جرت بين مختلف القوى لأن تحصل على الحصة الأكبر من مغانم هذه الدولة الجديدة كانت في أساس أو يمكن أن تكون في أساس ضياع هذه الفرصة التاريخية الآن نحن نتحدث عن المصالح الوطنية ونقول أن هذه المصالح لم تتم ولكن لحد هذه اللحظة ليس هناك أي طرف من الأطراف يطرح المفهوم الحقيقي الدقيق للمصالحة الوطنية المصالحة تطرح كما لو أنها بين الأطراف داخل العملية السياسية أو بين الأطراف داخل العملية السياسية وطرف آخر هناك خارج العملية السياسية في حين المصالحة الوطنية تعني إعادة بناء المجتمع العراقي ومعافاته من أدران الأنظمة الاستبدادية وانخراطها في الحياة الجديدة على أساس المواطنة العراقية الحرة وهذا لم يتم لحد الآن ثانيا أن هناك الحقيقة ظاهرة خطيرة جدا متناقضة من ناحية أنت تريد أن تستعيد الأمن والاستقرار للبلاد وبالتالي تريد أن تعيد السيادة والاستقلال للبلد وهذا يرتبط ببناء القوات المسلحة وبتمكينها وتأهيلها سواء من حيث العدة أو العدد أو الكفاءات ولكن هذا يرتبط أيضا بتوسع دائرة نشاط هذه القوات وبالتالي تخلق هناك مراكز قوى يمكن أن تشكل خطر على أي نزعة وتوجه ديمقراطي في البلاد وهناك طبعا للأسف الشديد يعني المرض السلطة هناك من يتوهم أنه يستطيع أن ينفرد بقيادة البلاد سواء كان هذا متجسد في شخص أو في قوة من القوى أو في مكون من المكونات والتجربة التاريخية أكدت بما لا يقبل النقاش أن العراق غير قابل للقسمة من حيث التوافق بين القوى الأساسية والمكونات الأساسية في المجتمع التي بتضافر جهودها وبوحدتها تستطيع أن تنقل البلاد من حالة إلى حالة أخرى من حالة العسف والاضطهاد والتشضي من حالة التصفيات الجسدية من حالة الاستئثار بالحكم والإقصاء والتهميش إلى حالة ديمقراطية مدنية ولا نقول علمانية الآن هناك أزمة سياسية في البلاد هذه الأزمة السياسية في البلاد ترتبط بنزوع نحو هذا الاتجاه أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لكي أقول ما هي الإشكاليات التي تكون في أساس تفاقم هذه الأزمة ولكن أقول أن إدارة هذه الأزمة خصوصا من بيده القرار توحي بالاستقوى وتوحي بالانفراد وتوحي بالتجاوز وهذه خطوة حمراء طبعا أنا لا أقول أن ميزان القوى لا يسمح لهذا الطرف أو لذاك الطرف في أن يدفع الأمور بهذا الاتجاه وأن يحقق نجاح ولكن هذا النجاح وقتي وسيكون في المحصلة النهائية على حساب إعادة معافاة الإراق ديمقراطيا واستقراره وسلامته ومن يتوهم غير ذلك سوف يصطدم بحقاقة التاريخ يعني لكن هذه الهواجهة أستاذ فخري مستندة على عملية سياسية بدأت نعم أنت وضعت عليها بعض الملاحظات ولكنها على الأقل ظلت مستندة إلى مبدأ صوت الشعب عبر الانتخاب وهذا ما حصل يعني على الأقل هناك من يتحدث عن هذه الثوابت وبالتالي أن كل ما أفرزته الحياة في العراق منذ العام على الأقل 2005 إلى اليوم هو نتاج عملية سياسية ولكن هذه العملية السياسية لا تزال قاصرة لم تستكمل أولا أن هناك تعديلات على الدستور وفقا للبنود الملحقة في الدستور يجب أن تنجز وتطرح على الشعب في استفتاء خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على ما أذكر نعم هكذا ثبت في الدستور ثانيا أن هناك قضايا كبرى الجميع يقولون أنها لم تحل بعد مثلا المصالح الوطنية كما قلت ليس هناك مفهوم للمصالح الوطنية هذه لم تحل ثالثا هناك إشكاليات فيما تعلق ببنية الدولة وهذه مثبتة في الدستور لم تعرج بعد يعني على سبيل المثال واحدة من القضايا الكبرى الآن التي هي في أساس الأزمة السياسية ولكن هي ليست جوخرة هذه الأزمة في تقديري هي ظاهرة لهذه الأزمة لا أعتقد أن هناك مجال للحديث عن هذا التفصيل ولكن على الأقل الخطوط الأساسية على الأقل الخطوط الأساسية هناك على سبيل المثال مادة دستورية تقول أن المناطق المتنازع عليها وهذه المناطق المتنازع عليها في إطار الدولة العراقية في إطار الدولة العراقية هي ليست في شمال العراق أو مناطق كردستان وإنما هي في وسط العراق يعني هناك مناطق في كربلاء وفي النجف وفي ديالا وفي إلى آخره هي بما معناه أن النظام السابق يعني أعاد إلحاقها بمحافظات أخرى لاعتبارات طائفية والاعتبارات قومية إذن هناك مادة في الدستور تضع خارطة الطريق لكيفية معالجة هذه القضايا إذا لم تحل هذه القضايا أنت تتلعب بالدستور وبالتالي أن هناك من يحاولون الإحاق لبعض الأطراف المتمكنة في السلطة أنها تستطيع هذه فرصتها لكي تتخذ القرار الوطني بيرق أوشين ولكن هي تراهن على غياب الوعي لدى هذه القضايا يعني تم ظهرات هذه الأزمة من صح التعبير سنة فخري هل ظهرت فيه أو هل يمكن لنا أن نضعها أو نركبها على ما حصل في كاركوك وديالة بدون أدنى شك ولكن قبل كاركوك وديالة هناك خلل كبير في إدارة الحكم في العراق يعني هناك إذا تجاوزنا الخلل في البنية الدستورية وهو إعطاء كامل الصراحية لمجلس الوزراء ولرئيس الوزراء وأضعاف المراكز الأخرى وهذه يعني تساعد وتشجع على النزعة الفردية وعلى النزعة التسلطية وتنمي مناخات التسلط الدكتاتوري والهيملة بدون أدنى شك يعني أقولها بصراحة ولكن إذا تجاوزنا هذا أن هذه الصلاحية تعطى لمجلس الوزراء مجلس الوزراء يجب أن ومجلس الوزراء فيها أرضية مشاركة بين المكونات بمعنى أن القرارات الأساسية ولا أتحدث عن التفاصيل هذه القرارات الأساسية يجب أن تبحث وتقرر ثم يجري تنفيذها من قبل رئيس الوزراء أنا أعتقد أن هذا العرقاء النهائيا أن مع كامل تقديري لرئيس الوزراء فالرئيس الوزراء ينفرد في اتخاذ القرارات الكبرى ويحاول أن لا أريد أن أقول يلعب ولكن يحاول أن يستخدم بعض العوامل المساعدة ظرفيا لدفع الأمور باتجاه معين وأنا أعتقد أن تجربة السياسية التاريخية لرئيس الوزراء والحزب الذي ينتمي إليه والكتلة التي تنتمي إليه يجب أن تكون ضامنة لكي لا ينتفع بهذا الاتجاه لأنها سوف تكون وبال مرة أخرى سنتوقف عند هذا الموضوع مرة أخرى أعذرني لهذه المقاطعة أعزائنا المشاهدين فاصلوا ونهود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر